اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالمكاسب العديدة التي أفرزتها مباراة قرطبة الإسباني والخالدية البحريني في طار المعسكر التدريبي الذي يقيمه النادي الإسباني في مملكة البحرين واضح اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريقي قرطبة والخالدية حقق استفادة كبيرة في جميع الجوانب من هذه المواجهة الودية حيث تبادل الجانبان كسب الخبرات والاحتكاك بينهما وهو ما سيزيد من مكاسب الفريقين في العديد من الجوانب الفنية والإدارية وتمنا اسمو الشيخ ناصر بن حمد التوفيق لفريق قرطبة في معسكره المقام حاليا في المملكة وتحقيق كامل الاستفادة في الفترة القادمة هذا وكان فريق قرطبة فاز على فريق الخالدية في المباراة الودية التي جمعتهما على الساد البحرين الوطني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وسوف يلعب مباراة الثانية مع نادي الرفاع يوم الاثنين القادم على نفس الملعب ترجمة نانسي قنقر